الكبار والمفكرين الذين تحدثوا عن خرب زواج إسرائيل تمير باردو رئيس المستاذ السابق يقول التهديد الأكبر يتمثل بنا نحن الإسرائيليين عبر آلية تدمير ذاتي فإسرائيل تنهار ذاتيا يقول الصحفي آري شافيت الإسرائيليين أصبحوا العدول الأكبر لأنفسهم في العقد السامن من استقلال الدولة العبرية يمكن مواجهة تحديات الأمنية لكن لا يمكن تغلب على تفكك الهوية الإسرائيليون يدركون منذ أن جاءوا إلى فلسطين أنهم ضحايا كذبة اخترعتها الحركة الصحيونية استخدمت خلالها استخدمت كل المقر في الشخصية اليهودية عندما ضخمت المحرقة واستغلتها لإقناع العالم أن فلسطين أرض بلا شعب وأن الهيكل المزعوم تحت الأقصى يقول إبراهام بورغ رئيس كنيسة الأسواق إسرائيل على أبواب نهاية الحلم الصيوني وتتجه نحو الخراب يقول جدعون نيفي المحلل السياسي عملية تدمير الزات والمرض السرطاني الإسرائيلي بلغا ملاحلمهما النهائية ولا سبيل للعلاج بالقباب الحديدية أو الأسوار أو القنابل النووية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر